كشفت السيول في العراق وما خلفته من أضرار حجم فساد الأحزاب الحاكمة وزيف وعود ممثليها قبل وأثناء الانتخابات فمياه الأمطار التي أغرقت المدن والمخيمات من أقصى شمال البلاد حتى جنوبه أظهرت واقعا مفاده أن البنى التحتية للعراق منهارة وأن الخدمات معطلة ومليارات الدولارات أهدرت وضاعت على مشاريع وهمية لم تكن سوى حبر على ورق ضرر السيول تعد أن يكون هدم منازل وتلف منتلكات مواطنين بل بات يحصد أرواح مدنيين لم تسعفهم حضوظهم للسكن في قصور ومنازل فارهة تقيهم جريان مياه الأمطار الجارفة وفيما تشرد الآلاف من المواطنين في عدد من المحافظات كصلاح الدين وديالة وواسط وذقار بعد أن اشتاحت المياه قراهم فأن أقصى ما بذل لإنقاذ هؤلاء هو دعوة أطلقها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي طالب فيها الأمم المتحدة بتحمل ما قال أنها مسؤوليتها إزاءة داعيات السيول وكأنه يريد أن يقول بأن الأمر لا يعنينا وعلى المجتمع الدولي أن يحمينا وغير ذلك مطالبات بعقد جلسات طارئة على مستوى مجالس محافظات لن تكون سوى إجراء ضمن نهج ترقيعي اعتاده العراقيون منذ 15 عاما مضت وحتى اليوم غرق العراق إذن بالفساد الإداري والسياسي قبل أن يغرغ في مياه السيول وبات على العراقيين تجفف منابع الفساد في الأحزاب والكتل السياسية وفي أروقة المؤسسات الحكومية قبل أن يجفف المياه من شوارعهم وبيوتهم ففي الأولى ربما نجاة من الثانية وضمان لمستقبل عراقي يخلو من الفساد ويتعامل بمسؤولية مع المشكلات التي تواجهها الدولة